المثابرة النجاح الحب والاجتهاد هي أهم أربع مواضيع ركزت عليها الكاتبة الأردنية فرح البداوي بإصدارها الأول لروايتها العربية الأولى واللي حملت عنوان أمل إذن اليوم رح نتعرف على فرح البداوي لحتى نعرف أكتر عن الفكرة وإيش الدافع اللي خلاها تكتب روايتها العربية الأولى موجودة معنا اليوم نصبح عليك أهلاً وسهلاً فيك صباح الخير وأيضاً منحب نبارك لك بي الإصدار الأول لروايتك العربية الأولى ألف مبروك أهلاً وسهلاً فرح أكيد ألف مبروك يعطيك ألف عفية وإن شاء الله يعني هذا الإصدار يكون مش الإصدار الأخير يكون بكورة إصدارات إن شاء الله هيك يعني نشوف إسمك فيها كبير دائماً نحكي لنا شوي لو سمحتي عن الرواية سبب كتابة هذه الرواية وشو تتضمن؟ تمام يا ساد صباحكم أول إشي روايتي أمل زي ما حتفضلت حضرتك هي أول إنتاج إلي في اللغة العربية هي رواية قصيرة يعني هو جهد شخصي وجهد متواضع حبيت من البداية أني أضيفه لرفوف المكتبة الوطنية الأردنية روايتي 95 صفحة تتناول موضوعة الحب والأمل المثابرة والنجاح كون هدول الأساسيات الأربعة لكل حدا أو كل شخص بحاجة ليبني حياته عليهم ولكن خلال صفحات أمل القارئ راح يلاحظ بأن هذه القواعد الأربعة ربما قد تتعرض إلى ربما أن تتهشم أو تتكسر حينما ما يسود الحظ بأبشع صوره كل هذه الأمور بيكتشفها القارئ خلال صفحات رواية أمل طيب كيف تناولت أحداث القصة داخل هذه الرواية؟ نحن لا نحرع مجريات القصة بالتفصيل لكن الفكرة من الأحداث التي حصلت داخل هذه القصة وأيضا الشخصيات التي اعتمدت عليها بالقصة لحتى توصلي بسالة الفكرة كانت عبارة كنت عم بكتب مقال بحكي عن حقوق المرأة بعد ما خلصت هذا المقال وجدت حالي أنه أنا كثير في عندي كلمات أو كثير في عندي مشاعر أنا حابة أني أطلعها حابة أنه مش بس أنا اللي أستفيد منها كمان الشباب اللي في عمري والمجتمع الأردني بالذات أنه يستفيد منها فتم تحويل هذا المقال اللي بتحدث عن حقوق المرأة إلى رواية بلشت عبارة عن خمس سطور بعد ذلك بلشت أضيف عليها كل يوم شوية يعني ضفنا بعد هيك الأحداث والشخصيات ضفنا شوية كنوع من الدراما أو السوسبنس للرواية علشان أي قارئ بيقرأها يحاول أنه يجد نفسه فيها ويحاول أنه تجذب القارئ من أول صفحة من الرواية إلى نهاية الرواية نعم فرح يعني المشاعر الإنسانية هي شي نسبي بالنسبة لكيف الحياة بتعاملنا يعني كل شخص فينا فيه عنده قوة كل شخص فينا عنده أمل كل شخص فينا عنده مثابرة ولكن يعني هاي المشاعر أو هاي المعايير بتختلف بحسب كيف الحياة عم بتعاملنا فهل روايتك بتتحدث مع الشخص أنه كيف يرد على الحياة لما تعامله في طريقة معينة؟ نعم هلأ بس خلينا أحكي لك الشغلة صغيرة الرواية ربما قد تمثل جزء ولو صغير من الكاتب نفسه هلأ اللي حاولت أني أظهره بروايتي أي حدا بيقرأ سطور رواية أمل يحاول أن يجد نفسه فيها يعني سواء كان كبير أو سواء كان صغير مثال على ذلك أنا درست في أحد المدارس الدولية صح في عمان بعض من الطلاب اللي هو صف كان صف سادس طالب أهدتهم لأهدت طلابي هاي الرواية فجاء علي الطالب تاني يوم بيحكي لي لم أجد نفسي في الحب كما أنه القاعدة الأساسية في رواية أمل هي وجود الحب وأهمية الحب في حياة الناس فجاء علي بيحكي لي لم أجد نفسي في الحب ولكن وجدت معاناة جدتي لتوفت السنة الماضية اللي كانت مصابة في مرض السرطان فشوف أنه دائما نبحث على الأمل سواء الأمل بعد الفراق أم الأمل ما بعد الشفاء من مرض معين فكل حدا بيقرأ رواية أمل إلا ما يجد نفسه فيها وهي دائما بتحسها يعني بتعطي روح جديدة للمثابرة روح جديدة للنجاح حبك لوطنك حبك لأرضك حبك لنجاحك كيف أنه أنت لازم تتمسك بهذا الحلم سواء نجحت فيه من أول مرة أو زي ما حكيت سواء تعرض لمشاكل أو عقوبات أثناء التحقيق هذا والجميل أيضا بهاي رواية كنتي الآن بتقولي على الحب أنك أنت كيف تناولتي مسمى أو مفهوم كلمة الحب بأبعاده المختلفة عشان نصحح الفكرة عن الحب الحب هو مش مقتصر فقط بين الذكر والأنثى الحب فيه أبعاد كثير أخرى وأبعاد كثير مختلفة حب الوطن حب الحياة وغيره وحب النجاح أيضا طيب إذا بدنا نتحدث أيضا عن سبب التسمية يعني فيه هناك كثير من الكتاب بيقولوا إحنا مش عارفين شو نجاوبكم على موضوع التسمية لأنه أحيانا تسمية الكتاب تأتي هيك يعني بالصليقة لكن أنت في إلك سبب بأنك أنت سميت الرواية باسم أمل ليش؟ سميتها باسم أمل لأنه أنا شعرت الجيل أو الجيل الشباب اللي في عمري بأمس الحاجة لوجود هذا الأمل هلأ اللي بيشوف الرواية ككوفر من برا بيحكي لك أنه يا أمل إحنا بحاجة للأمل في الحياة ولكن حين يتعمق القارئ بين سطور أمل يجد بأنه بطلة القصة هي أمل وأول خطوة أخذتها في حياتها أو أول قاعدة بنتها في حياتها هي الأمل فبذلك رح يشوف شخصية أمل في الرواية اتعرضت للعديد من المشاكل ولكن حبها للمثابرة والنجاح خلاها توصل للأمل ولذلك أطلقت على روايتي باسم أمل نعم فرح يعني كمحتوى عربي أدبي في المكتبات والمكتبات المحلية والوطنية كيف عم بتحسي يعني حجم المحتوى وحجم عن جد الإقبال يعني عن جد نحن نستضيف كتاب بكتبه بس ما بنعرف قدش ناس بتقرأ يعني نحن بنعرف يعني من حوالين الكاتب أنه الناس اللي حوالين ناس اللي بمجتمعه الناس اللي في دائرته ممكن يقرأوا رواياته ولكن فعليا كجيل أنت هاي الرواية يعني هي مخصصة للجيل أو أنت عم بتحاكي جيلك قدش جيلنا بقرأ يعني أنا أحكي لك ياها بكل صراحة للأسف أنه إحنا جيلنا ما بيقرأ بشكل كتير كبير أنا رسالة اليوم بتمنى من كل شاب ومن كل صبية يحاول لو كل يوم يخص الساعة ساعتين من وقته يحاول أنه يقرأ سواء كتابات أدبية عربية أو أجنبية لأنه دائما الإنسان من غير قراءة هو حقيقة هو إنسان جسد ولكن دون معرفة أنت كيف بدك تقدر تنمي موهبتك قدراتك تتعرف على ثقافات غيرك أو حتى تحصل على تجارب غيرك إذا أنت ما مسكت كتاب وعطيت من وقتك على الأقل لو يوميا ساعة وحدة لحتى تقرأ هاي المعلومات فإحنا بمثل حاجة للقراءة وأيضا للكتابة كل ما قرأت أكتر كل ما أبدعت في كتاباتك صحيح طيب أماكن توفر هاي رواية رواية أمل وين من لقيها فرح؟ موجودة في مكتبة وائل البوابة الشمالية الجامعة الأردنية وأيضا فرعهم في العبدالي وممكن كمان يحصل عليها من دار شهر الزات وسط البلد وموقع يوني بوكس جميل فرح دي أسألك كيف أثرت دراستك وحياتك الشخصية وحياتك العملية كمان ذكرت حضرتك أنك كمان دراستي أثرت على كتابتك وأثرت على رسالتك اللي بتوجيها للجيل مزبوط أثرت علي بالنسبة كتير كبيرة لما كنت طالبة في جامعة الشرق الأوسط اللي اكتشف موهبتي هو كان دكتوري كان يدرسني أدب إنجليزي فأنا حبيت كيف هذا الدكتور اللي أنا بس يعني مجرد طالبة عنده كيف دائما كنت أروح لعنده ويدعمني ويحكي لي أنه فرح أنه حتى لحد الآن بتذكر هاي الكلمة كل ما كنت أدخل المحاضرة كان يحكي لنا إجت النوفلست فسبحان الله من مجرد هاي الكلمة من عند دكتور إجت خلص ولد إشي جواهت إنه أنا لازم أبدع فرح في عندها موهبة في الكتابة خليني أطلعها كيف أثر علي كمان شغلي أنا كمعلمة لغة إنجليزية كمان يعني وجود الطلاب حوالي وجود المعلمين أو البيئة التعليمية والتربوية خلتني أعيش تجارب أنا شخصيا ككاتبة ما عشتها ولكن وجود هاي الأرواح أو تناسق هاي الأرواح والمشاعر بتولد عند الإنسان كتجارب جديدة سواء أنت كنت عايشيتها أو غيرك فدائما دائما دائما الكاتب ربما ما يكتب مليون بالمية عن تجربته الشخصية ولكنه يكفي أنه يعيش في بيئة هاي البيئة خلينا نحكي يغوص في بحر الحب فأنا دائما بحكي ربما الحياة أنه الحياة مش كلها حب ولكن الحب هو أساس الحياة صحيح كتير حلو طيب إذا نحكي أيضا عن أعمال أخرى إليك غير عن هالأصدار الأول إليك باللغة العربية أيضا في عندك إنجازات قد نمتيها باللغة الإجليزية فأولينا أكتر عن الكتب بداياتي كانت في كتابة الشعر والشورت ستوريز باللغة الإنجليزية وحاليا عم بشتغل على كتاب جديد برضو باللغة الإنجليزية ومن الآن أنا سميته أنه قديش الإنسان بالفعل كلمة واحدة منك أنت ممكن تلسقها بإنسان وتعطيه حياة وكلمة واحدة منك سلبية ممكن أنك تكسر وتهشم هذا النجاح والمثابر الموجود في هذا الإنسان بطير حلو بالنسبة للعربي في إلك أي شيء قادم باللغة العربية؟ بالضبط وحاليا هلأ الكتاب تحت التنقيح وبدأت في الجزء الثاني من رواية أمل والأجمل من ذلك أنا حبيت أني أسميها من الآن ويبقى الأمل بطير حلو يعني سيكون فيه جزء ثاني بإذن الله يعني سيقرأ هذه الرواية لازم ينتظر فيه تكملة بالضبط تكبر أمل الشخصية اللي في الرواية الخلطة بين العربي والإنجليزي موسهل يعني على الأغلب نشوف الكتاب حتى اللي هم عندهم القدرة أن يكتبوا في الإنجليزي ويكتبوا في العربي على الأغلب بيختاروا لغة معينة ومتذوقين اللغة العربية بيعشقوها بيحكو أنه نحن مستحيل نعبر مستحيل في أي حال من الأحوال نقدر نعبر عن حالنا إلا في العربي لأنه اللغة العربية هي كلما نعرف كم لغة ثرية ومليئة في المشاعر وسهل جدا أنه شخص يعبر عن حاله خصوصا أنه كان ناطق أصلا باللغة العربية بالضبط فكيف يعني كيف عملت هذه الخلطة؟ أو شو رؤيتك تجاه الكتابة في العربي والإنجليزي على الأقل؟ خليني أحكي لك بس على شغلة تحولي من كتابة اللغة الإنجليزية للغة العربية ما كان سهل ولكن خلال كتابتي لرواية أمل وجدت أنه يا الله ما أجمل اللغة العربية قدما أنت تعلمت لغات تانية وبدما حاولت تبدع فيها لكن فعليا أجمل من اللغة العربية ما رح تلاقي خاصة الكاتب يعني بحس حاله أنت عم تكتب هاي الكلمات فعليا زي كأن الحروف عم تتراقص على ورقتك اللي أنت عم تكتب فيها تربطي ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية شيء مش سهل ولكن بحاجة إلى النوع من الإبداع وهذا الشيء كمان موجود في روايتي أنه فيه دخل عليها بعض النصوص بعض الكوتز في اللغة الإنجليزية وترجمتها إلى اللغة العربية كتير حلو طيب فرح نتمنى لك كل التوفيق نرجع ونبارك لك بروايتك العربية الأولى وإن شاء الله تتوفقي دائماً بحياتك الأدبية بشكل عام شكراً إليك أهلاً وصلاً اشتركوا في القناة